موسيقى السلام عليكم طلابنا الأعزاء من فضائية العراق التربوية نقدم لكم أسئلة حلول الأسبوع الأول الخاص بالتعليم الألكتروني لمادة العلوم مرحلة الأول المتوسط للأسبوع الأول أعزائي الطلبة نحن نقدم لكم اليوم بالفصل الأول لمادة العلوم الأسبوع الأول الأسئلة والحلول إلها حتى تتمكن من معرفة المعلومات خلال هذه الأسئلة أعزائي الطلبة نذهب إلى الشاشة ونشوف ما موجود بها من أسئلة أعزائي الطلبة سؤالنا الأول يقول هنا ماذا نعني بالمادة؟ هذا السؤال هنا إذا أريد نوضحها حتى يكون عندي ماذا نعني بالمادة؟ هنا راح تكون المادة عندي هي شنو؟ كل شيء يشغل حيزن في الفراغ له حجم كتلة إذن خلي نشوف التعريف زين؟ استاذ تقولي هذا التعريف مالتك ماذا؟ هي كل شيء له كتلة وله حجم زين؟ إذن راح نكبر الشاشة عزائي الطلبة هنانا ونشوف هذه الأسئلة بشكل واضح هنا أدي زين؟ السؤال الأول هي كل شيء له كتلة وله حجم إذن استاذ يعني المادة شنو؟ كل ما حولي هو مادة كل اللي حولي هو مادة مثل شنو استاذ؟ يعني خلي نشوف اللي حولي شنو؟ كل ما هو موجود يعني هي كل شيء له كتلة وله حجم استاذ زين أنت راح تقولي يعني المن حولي أنا شنو؟ حتى اللي مثلا الخشب الحديد أي شيء آني داخل غرفة كل ما متكون من هذه الغرفة أو صف أنه هو يتكون من مادة إذن عرفت ما هي المادة عزائي الطلبة إذن راح نرجح إلى السؤال الثاني خلي نشوف شنو السؤال الثاني شو يقول؟ إلى كم حالة تقسم المواد في الطبيعة حسب حالتها؟ إلى أربع حالات تقسم عزائي الطلبة اللي هي شنو؟ الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازية حالة البلازمة أعزائي الطلبة اللي هي هذه الحالة تكون عندي أنه أربعة أنواع وكل نوع نأخذها عليها مثال أمثلة كثيرة يعني أنه أنت الحالة الصلبة موجودة والحالة السائلة الحالة الصلبة مثلك لوريد الصوديوم هو مادة صلبة أي ماء أي حالة صلبة الحديد وغيرها وغيرها من الحالة السائلة الماء الحالة الغازية وغيرها الغازات اللي موجودة عدنا والإبلازمة أيضا لدي كثير من الأسئلة اللي موجودة أو الأمثلة اللي راح تبين لي عزيز الطالب أنت تقول لي أستاذ أنا أجاوب فقط أعدد أنا أنت تكيش مثال إلى كم حالة تقسم في الطبيعة حسب حالتها أولا الحالة شنو؟ الحالة الصلبة الحالة السائلة الحالة الغازية الحالة البلازمة اللي هي الرابعة أو البازمة مثل ما مكتوب زين إذن أربع حالات أروح إلى سؤال آخر عندي بالأسئلة عندي السؤال الثالث السؤال الثالث خلي نكبره نكبر ما تبقى عندنا من الأسئلة اللي موجودة يقول أعطي مثالا للحالة الرابعة لمادة البلازمة هنا أنا ما قلت حتى لأنه هو سؤال أنابيب الفلوريسين الضوئية بين قوسين النيون وكذلك البرق هذه أنا ذكرت لك عدة حالات اللي قبلها تقسم إلى الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة والغازية والبلاء البلازمة اللي هي ذكرناها قبل قليل ضمن حالات البلازمة هي شنو عندي؟ أنه أنا عندي مثال أيضا موضوع على شكل سؤال سؤال الثالث فأخذت عنه من هو أنابيب الفلوريسين الضوئية النيون وكذلك البرق يعني سصار واضح عندي البلازمة سؤال الرابع ما التغيرات التي تطرع على المادة؟ هنا شوف يوجد نوعان من التغيرات اللي هي هذا يوجد نوعان شنو من التغيرات؟ أولا تغيرات شنو؟ تغيرات فيزيائية وتغيرات كيميائية أستاذ شنو هذه؟ يعني أنا أردأ شوف شنو هذه والله تغير فيزيائي يقولك يحدث على المادة أو يطرع على المادة تغير فيزيائي نعم زين وهذا تغير كيميائي إذن هذا التغير الكيميائي إلى مميزات والتغير الفيزيائي أيضا إلى مميزات وإلى بعض الأمثلة واضح لكن احنا رح نأخذ الأسئلة والموجودة عدنا فيه هذا الاقتبار فقط حتى ما نروح بعيد عن المادة زين أستاذ شنو هذه التغيرات ومميزاتها الفيزيائية والكيميائية؟ خلونا نروح للأسئلة زين سؤال الخامس ما مميزات التغيرات الفيزيائية أولا عندي ثلاث نقاط لا يتغير تركيب المادة الأصلية لا تنتج مواد جديدة وتبقى المادة محتفظة بصفاتها الأصلية ثالثا مثل ذوبان السكر في الماء وانصهار الثلج وطرق المواد وسحبها إذن ناطيني هنا الأسئلة الموجودة عندي يا عزائي الطلبة ثلاث أسئلة وثلاث أمثلة هنا هذه الأسئلة التي هي من الأسئلة الجميلة جدا إذن هي الأمور الناتجة عندي وين تروح؟ هذه أنه أنا عندي ثلاث أسئلة أو ثلاث نقاط حددتها بهذا السؤال لا يتغير تركيب المادة الأصلية إذن المادة الأصلية تبقى محتفظة بمادتها بخواصها نعم يعني بالتفاعل ما تتغير لا تنتج مادة جديدة وتبقى المادة محتفظة بصفاتها الأصلية هذه من هي الفيزيائية؟ مثل ذوبان السكر في الماء وانصهار الثلج بعد عندي سؤال آخر دعنا نشوف الأسئلة الأخرى التي موجودة عندي هنا بالصفحة الأخرى سؤال 6 ما مميزات التغييرات الكيميائية؟ شوف الاختلاف رح نشوف هنا هنا رح تختلف عندي رح تختلف عندي الأسئلة بما موجود عندك عزيز الطالب يقول ما مميزات التغييرات الكيميائية؟ تنتج مادة جديدة تختلف في صفاتها وخواصها عن المواد الأصلية ذيك شنو؟ لا تنتج مواد جديدة من هي؟ المواد التغييرات الفيزيائية لا يمكن إرجاع المادة إلى حالتها الأصلية ذيك يمكن إرجاعها تكون مصحوبة بحرارة أو ضوء أو كليهما مثل ما شنو؟ مثل حرق السكر وحرق الخشب وقليل بيض وتسوس الأسنان وتعفن المواد واضح؟ تلتعفن الخبز تعفن الفاكهة إذن أنا أجبت إذن هنا صار عندي اقتلاف بالأمثلة اقتلاف بكل المميزات اللي عندي بين التغييرات الفيزيائية والتغييرات الكيميائية إذن نقدر هنا تعرفنا على منه؟ التغييرات الفيزيائية والتغييرات الكيميائية شنو اللي هي نص إذا أريد أجي أسوي فد مقارنة بين هذا المادة فد مقارنة بسيطة أولاً هذه لا تنتج مواد جديدة هذه تنتج مواد جديدة هذه تحتفظ بخواصها الأصلية هذه لا تحتفظ بخواصها الأصلية لماذا؟ لأنها تكون شنو كونت مواد جديدة ومختلفة عن الأصلية بعض مثال ديشة هنا قلنا شنو ديشة مثلاً الطرق والسحب هنا شنو مثل حرق السكر وحرق الخشب واضح؟ إذن هنا صار عندي فتشكيلة بين أو يعني نقول حاولنا نفرز المميزات بين التغييرات الفيزيائية والتغييرات الكيميائية من خلال مميزاتها أو من خلال خواصها إذن نقدر نعرف ما موجود في التغييرات الفيزيائية والكيميائية عزائي الطلبة خلنا نروح للسؤال الآخر اللي هو سؤال سبعة ما مميزات المادة الصالبة مثل قلنا مثل شنو؟ الحديد مميزات المادة الصالبة من هو الصالبة؟ الحديد خلنا نشوف شنو مميزاتها إلى شكل هاي مميزات هذا السؤال هذه الإجابة عننا أولاً شكل ثابت عجم ثابت المسافات البينية بين جزيئات بين جزيئات المواد الموجودة صغيرة جداً قوة جزيئية كبيرة جداً حركة جزيئاتها حركة اهتزازية حول مواقع استقرارها زيان أستاذ هذه تنطبق على الحديد؟ نعم على أي مادة صالبة على أي مادة صالبة تنطبق هذه الخواص أن الحديد أي مادة الخشب وغيرها من المواد اللي موجودة عندي في لتخص الحالة الصالبة أعيدهم وأشوفهم ما هي مميزات المادة الصالبة؟ أجاوب أولاً شكل ثابت وحجم ثابت ثلاثة المسافات البينية بين جزيئاتها صغيرة جداً قوة جزيئية القوة جزيئية كبيرة جداً إذن حركة جزيئاتها حركة اهتزازية حول موقعها صار عندي خمس نقاط أقدر من خلالها أوضح الخواص أو ما هي مميزات المركبات الصالبة أو المواد الصالبة خلي أروح إلى السؤال الآخر أكبره السؤال الثامن إذن منها عندي نكبر السؤال الثامن عزاء الطلبة والسؤال التاسع هنا خلينا أيضاً تكبير إلي يكون أوضح من الثمانية ناخدة نعم عزاء الطلبة هنا سؤال الثامن هذا السؤال الثمانية ما مميزات المادة السائلة بشكل متغير حجم ثابت إذن المسافات البينية بين جزيئاتها أكبر مما عليه في الصالبة القوة الجزيئية بين جزيئاتها أضعف من الحالة الصالبة تتحرك جزيئاتها بحرية كبيرة حركة ثقالية يعني أستاذ أنت مثل من قلنا السائلة مثل الماء سائل ونقدر ناخذ عنا كثير من الخواص اللي سرع نشوفها هنا واللي ذكرناها مثل يش أستاذ هذه الخواص وين هي ما هي أولاً شكله متغير وحجمه ثابت مثلاً عندي واحد لتر وضعته في عندي قدحة قدح مملوء وقدح غير مملوء بالماء هذا اللتر إذا حوله بالكأس الفارغ أو بالقدح الفارغ اللي هنا حجمه ثابت لكن الشكل هنا مثلاً هذا دائري وهذا مربع الشكل ماذا راح يتغير يتغير شكل الماء حسب الإناء يعني عندي قدحة دائري ومربع على سبيل المثال لكن الحجم ما قال عندي هو هو واحد لتر من أغير من أحول الماء من الممتلئ إلى غير الممتلئ راح يتغير فقط شكله يأخذ شكل الإناء الذي يحتويه نقول إحنا واضح؟ إذن هنا صارت عندي هذه أول نقطة أو النقطين شكل متغير وحجم ثابت المسافات البينية بين جزيئاتها أكبر مما هي عليه في الحالة الصلبة أي في الصلبة هو يقول زر نعم قلنا بيش شنو؟ المسافات البينية قليلة أو جداً صغيرة بين جزيئاتها القوة الجزيئية بين جزيئاتها أضعف من الحالة الصلبة بيش أقوى واضح؟ إذن هنا نقطة نقطة أوضحها أستاذ زيئن أنا شون أجاوب على السؤال؟ السؤال بهدوء بهدوء أفهمه لأن إذا ما فهمت السؤال عندي أربع حالات صلبة سائلة سائلة غازية لحالة لابلازمة وأخذنا عليها مثال زيئن أستاذ أنا مني يذكر لي لازم أتحدد نعم مني يقول لي مميزات الحالة الصلبة أذكر الحالة الصلبة مثلاً مميزات أو خواص الحالة السائلة أتحدد بالحالة السائلة حاول أن أميز بياناتهم إذا يقول لي أذكر مثال أذكر مثال ما ذكر لي ما أقول لأن هو حسب ما مطلوب مني في السؤال أجاوب زيئن هنان بعد شنو عندي خامساً تتحرك جزئاتها بحرية كبيرة حركة انتقالية يعني حرية الحركة لجزئاتها إذن هنان حددت الخواص أو مميز عفواً خواص المميزات المادة السائلة هنان هذا كل دا يدور على الحالة السائلة والصليبة والغازية والبلازمة الخاصة بحالات المادة لأننا كان لدينا سؤال في بداية الدرس كيف أو كم حالة تقسم المادة إلى كم حالة تقسم حالات المادة قلنا إلى أربعة وأخذنا تفاصيل عنها كثيرة وكبيرة أعزائي الطلبة خلي نشوف هذا السؤال اللي هنا عندي بعد شنو؟ عندي السؤال التاسع ما مميزات المادة في حالتها الغازية؟ أولاً شكل متغير حجم متغير المسافات البينية بين جزيئاتها كبيرة جداً زين هذا أول نقطة ثانياً الثالثة المسافات البينية بين جزيئاتها كبيرة جداً القوة الجزيئية أضعف مما عليه في الصلب والسائل خامساً تتحرك بصورة عشوائية هو في جميع الاتجاهات هاي من هي؟ الحادة الغازية إذن صار عندي فكرة كاملة عن حالات المادة وعن مميزاتها أعزائي الطلبة الأسئلة الأسبوع الأول انتهت فإذن ننتهي من درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة لا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة